أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت عن شكره وتقديره لليابان على موقفها داعم للقضية الفلسطينية وعلى المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وأكد أبو الغيت حرص جامعة الدول العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع توكيو إلى أفاق أرحب خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009 من جهته أكد رئيس وزراء اليابان أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزري للحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر 2023